السلام عليكم اليوم نبدأ سلسلة فيديوهات قصيرة ومسلية وممتعة ومفيدة أكثر من أي شيء ثاني الفيديوهات تتكلم عن شيء مهم كثير مننا يحمل في جيبة أداة تصوير ممتازة لكن أغلبنا ما يستغلها صح في هذه السلسلة راح نعلمكم كيف تصيرون مصورين أكثر احترافية باستخدام كاميرات جوالكم الحلقة الأولى اسمها The Grid وهذه خاصية نقدر نفعلها بنفسنا من جوالاتنا أنا هنا بوريكم على The Xperia Z5 بروح الإعدادات وبدور The Grid بلقيها مطفة يمكن أشغلها عن طريق الزر هذا ورح تظهر لي على الشاشة لما نجي أصور خطين بالعرض وخطين بالطول طبعا نحن نحن في مكان حلو اللي هو كرنش تمام لنصور أحمد ونشرف ونشرح الأشياء اللي تكلمنا عنها اليوم في أغلب الظروف العادية الواحد لما نيجي يصور يخلي الشخص اللي يصوره بمنتصف الصورة يعني خلني أوريكم كيف وأنا أصور أحمد أوكي الآن ناخذ صورة الأحمد الآن بناخذ صورة الأحمد باستخدام The Grid أحمد طبعا ما رح يغير مكانه ولا شيء إحنا اللي بنغير زاوية التصوير حقتنا طبعا نحلو في الصور اللي خذناها قبل شوي إن بدل ما نخلي أحمد هو اللي غطي الصورة كاملة أخذنا جزء من الصورة وعطينا الحق للخلفية شوي بحيث نطهر جمال الخلفية والمكان اللي فيه أحمد لأنه جزء مهم من الصورة وجمالها الآن خلونا مرة ثانية ناخد صورة ثانية عشان نفهمكم من جد إيش فايدة القرد الآن أبي أصور أحمد وأبي القلعة هذي اللي وراه تطلع في الصورة بأخذ صورة عادية لأحمد وهو ما أخذ منتصف الصورة الآن بحاول أوظف القرد بخلي أحمد يكون عند وحدة من نقاط التقاطع اللي في القرد واستغل الصورة عشان أطلع القلعة الفكرة في القرد بسيطة هو عبارة عن خطين بالطول وخطين بالعرض ينتج عنهم أربع نقاط تقاطع هذي النقاط اللي يركز عليها المشاهد للصورة لما نطالع أي صورة فعشان كذا نقدر نستخدمهم ونخلي الهدف حق صورتنا يكون عند واحد من نقاط التقاطع الأربعة زي ما سوينا مع الصورتين الأحمد اللي قبل شوي احنا وريناكم كيف نستغل نقاط التقاطع اللي موجودة فوق سوان فوق يمين أو يسار طب ونقاط التقاطع اللي موجودة تحت كيف ممكن نستغلها؟ ممكن نستغلها إذا صورنا أحمد من زاوية مختلفة بحيث أن يكون نبغة الخلفية تطلع من فوق أحمد وليس يمين أو يسارة فبوريكم هذا المثال الآن أنا موجود على الأرض عشان أصور أحمد صورة مختلفة هالمرة هذه كانت حلقتنا الأولى عن القرد إذا استفدتم منها خبروني في التعليقات وجربوا تفعلونها في جوالاتكم وصوروا صور جديدة وعطونا إياها في حسابنا على تويتر atelektroni.net وروا صوركم عشان نشاركها مع الآخرين وانتظروا مننا حلقة جديدة عن مهارات التصوير بالجوال قريبا على قناتنا